عاشت العاصمة الفرنسية أوقات صعبة لمدة ساعات بعد قيام شخص بإطلاق النار بطريقة عشوائية ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وقرح أربعة آخرين في الدائرة العاشرة من باريس وجر إطلاق النار في شارع يوجد به مركز ثقافي كردي وعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق بشأن أعمال قتل وعنف متعمد وخطرة موضحة أنه تم إسناد مهمة التحقيق للدائرة الثانية في الشرطة القضائية وأشار مكتب الإدعاء في باريس إلى أن الشرطة ألقت القبض على منفذ الهجوم وهو رجل فرنسي الجنسية يبلغ من العمر 69 عاما وكان يعمل صائق قطار ولديه صوابق لم تكن هذه الحاجثة هي الأولى لمنفذ الهجوم حيث ذكرت صحيفة لاكوا أن المتهم الذي نقل للمستشفى بعد الحادث سبق أن تورط في محاولتين قتل إحداهما في 2016 والأخرى في 2021 على مخيم للمهاجرين الرئيس الفرنسي إمانويل مكو من جانبه استنكر الهجوم ووصفه بالهجوم الشنيع معربا عن تعزيه لعائلات الضحايا وعقب وقوع الحادث شهدت منطقة وسط العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أكراد تجمعوا للتنديد بالهجوم قبل أن تتحول المظاهرات إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين استخدمت خلالها الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وبدأت الصدمات عندما حاول الحسد اختراق توقن أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية جيرالد دارمنان الذي توجه إلى مكان الهجوم للإطلاع على آخر مستقدات التحقيق والتحدث إلى الصحفيين حيث أعلن تعزيز التواجد الأمنية حول مقار الجالية الكردية في فرنسا بعد وقوع الهجوم